السلام عليكم وراء الله وبركاته اصدقائكم ايه يا رب دمان تكونوا بخير ان شاء الله هناخد مع بعض الدرس الثاني في الهندسة ولذلك عزيز المشاهد لو شايف ان احنا بنقدم حاجة كويسة يريد تشيرها بقى مع اصدقائك ومع اصدقائك عشان خطر يعني نتبسط كلنا واللايك الجميل مش هيكلف حاجة ولكن بيدعمنا جدا جدا ومن غير من دعوة كتير بقى ولدتك وانا بطبات الشاي الجميلة بتاعتك درسنا النهاردة ان شاء الله اللي هو موضع نقطة ومستقيم بالنسبة للدائرة نبدأ في اول حاجة اللي هو موضع نقطة بالنسبة للدائرة انا عندي دائرة اهي الدايرة دي مركزها اسمه المركز مثلا ميم تمام تمام ايه بقى هو موضع النقطة بص معلم والله لو انا عندي نقطة برا الدايرة هنا كده يبقى موضع النقطة ديت خارج الدايرة برا الدايرة ولو كانت النقطة جوه هنا بنسميها ايه تبقى داخل الدايرة انما لو كانت النقطة على الخط بتاع الدايرة فدي بنسميها تقع على الدائرة يعني على محيط الدايرة تمام تعال نسمي النقطة اللي برا دي النقطة مثلا الف والنقطة اللي جوه نسميها النقطة به والنقطة اللي على الدائرة نسميها النقطة جيم يبقى انا عندي الف خارج الدايرة وعند به داخل الدايرة وعند جيم تقع على الدايرة تمام تعال نشوف بقى مش احنا عارفين من الحصة اللي فاتت ان المسافة ما بين المركز وما بين اي نقطة على الدايرة كنا بنسميها نص القطر تمام نص قطر الدايرة طب تعال نشوف بقى المسافة ما بين النقطة الف وما بين المركز اللي هو القطعة المستقيمة الف ميم مين اكبر نص القطر ولا الف ميم طبعاً هتلاحظ أن ألف ميم أكبر من نص القطر آه يبقى لما تكون النقطة خارج الدايرة بيبقى المسافة ما بينها وما بين مركز الدايرة أكبر من نص القطر تمام طب تعالوا نشوف النقطة به القطعة المستقيمة به ميم يعني المسافة ما بين النقطة به ومركز الدايرة مين أكبر؟ هي ولا نص القطر؟ طبعاً هتلاحظ أن به ميم أصغر من نص القطر يبقى لو النقطة داخل الدايرة بيبقى المسافة ما بينها وبين مركز الدايرة أصغر من نص القطر إنما لو كانت على الدايرة بقى نفسها هتلاحظ أن هي بالضبط قد إيه؟ قد نص القطر بالضبط يبقى لما النقطة تقع على الدايرة بيبقى المسافة ما بينها وما بين مركز الدايرة بيساوي بالضبط نص القطر بس يا معلم ده هو موضع نقطة بالنسبة للدايرة خارج الدايرة داخل الدايرة على الدايرة خارج الدايرة أكبر من نص القطر داخل الدايرة أصغر من نص القطر على الدايرة بتساوي نص القطر تعال ناخد مثال بيقولك دايرة مين طول نص قطرها خمسة سنتي خلاص كده احنا عرفنا نص القطر قدية خمسة سنتي تمام ألف نقطة في مستواها يعني المستوى اللي الدايرة مرسومة عليه يعني مثلا الدايرة دي مرسومة على الصبورة يبقى الصبورة دي هي المستوى اللي مرسومة الدايرة عليه تمام بيقول لك أكمل أول حاجة ميم ألف بتساوي خمسة سنتي يعني المسافة ما بين النقطة ألف وما بين مركز الدايرة بتساوي خمسة سنتي هتلاحظ أن الخمسة سنتي دي بالزبط بتساوي نص القطر طب لما تكون المسافة بتساوي نص القطر تبقى تقع فين يبقى ألف تقع على الدايرة تمام نمرة اتنين بيقول لك أن ميم ألف بتساوي ثلاثة سنتي معنى كده أن هي إيه أن هي أصغر من نص القطر صح ولا إيه صح طب لما تكون المسافة أقل من نص القطر يبقى فين تبقى تقع فين تقع داخل الدايرة تمام نمرة ثلاثة ميم ألف بتساوي ستة ونص يعني أكبر من نص القطر مش محتاجة تفكير يبقى تقع فين تقع خارج الدايرة الموضوع بسيط جدا ما فيهوش أي حاجة معقادة خالص طيب نمرة أربعة بيقول لك ميم ألف بتساوي صفر طب لحظة واحدة هو الصفر إحنا عارفين أن الصفر دوت أصغر من الخمسة اللي هو نص القطر بما أنه أصغر من نص القطر فهي تقع داخل الدايرة ولكن معنى أن المسافة صفر أو أن الطول بيساوي صفر أن ما فيهش طول أساسا يبقى دي أصلا مش قطعة مستقيمة دي دي هي نقطة واحدة بس معنى كده أن النقطة ألف هي مركز الدايرة يعني مثلا الدايرة دي مركزها هو نقطة ميم يبقى النقطة ألف عليها هنا كده على المركز بالضبط وبس معلم ده هو موضع نقطة بالنسبة للدايرة ندخل بقى على موضع مستقيم بالنسبة للدايرة بس معلم آدي الدايرة هي والله لو كان عندك مستقيم مرسوم برا الدايرة بالشكل ده كده بنسميه مستقيم خارج الدايرة بالضبط زي النقطة ولكن ركز بقى معايا في اللي جاي تخيل بقى لو كان عندي مستقيم تعرف أنت إيه بيلمس الدايرة يعني بيتقاطع مع الدايرة في نقطة واحدة بس ده بنسميه مماس للدايرة بنسميه بنسميه مماس للدايرة يعني بيلمس الدايرة بيتقاطع مع الدايرة في نقطة واحدة بس تمام؟ ده اسمه مماس وده يعتبر أهم واحد فيهم كلهم طيب لو كان عندي بقى مستقيم في نص الدايرة بالشكل ده كده ده بنسميه مستقيم قاطع للدائرة بنسميه ايه؟ بنسميه قاطع للدائرة يعني بيقطع الدائرة بيقسمها حتتين تمام؟ يبقى عندنا المستقيم ممكن يكون خارج الدائرة او مماس للدائرة او قاطع للدائرة دول هم تلات مواضع بتوع المستقيم بالنسبة للدائرة خارج مماس وقاطع تعال بقى دلوقتي نمسكهم كده واحد واحد منفصصهم حتة حتة يلا بينا ادي معلم التلات مواضع بتوع المستقيم ده مستقيم خارج الدائرة ودوت مستقيم مماس للدائرة ودوت قاطع للدائرة تمام؟ تمام تعال نبص كده على المستقيم اللي خارج الدائرة ده البعد العمودي ما بين المستقيم وما بين مركز الدائرة تعال نسمي المستقيم المستقيم لام البعد العمودي ما بين المركز ويهي المستقيم هو العمود الساقط من النقطة على المستقيم بالشكل ده بص يا معلم تعالا نسمي النقطة دي النقطة ألف مثلا مين أكبر ميم ألف ولا نص قطر الدايرة والله نص القطر بيبدأ من أول المركز لغاية الدايرة بس ده كده نص القطر هتلاحظ أن ميم ألف إيه ميم ألف أكبر من نص القطر يبقى لما يبقى المستقيم خارج الدايرة بيبقى البعد بينه وبين المركز أكبر من نص القطر تعالا نسوف المماس هتلاحظ أن البعد العمودي ما بين المركز و المستقيم بالضبط بيساوي إيه بيساوي نص القطر فتعالا نسمي المستقيم ده المستقيم لم ونطرين نقطة ألف في حالة المماس بيكون ميم ألف اللي هو بعد المستقيم عن المركز بيساوي نص القطر بالضبط تعالا نسوف المستقيم القاطع هذه معلم البعد العموديا هو تمام دي النقطة ألف وده المستقيم لام هتلاحظ ان هو ايه أصغر من نص القطر يبقى ألف المرة دي أصغر من نص القطر مفهومة دي مفهومة تمام الحاجة التانية بقى في حالة المستقيم لما يبقى خارج الدايرة المستقيم لام دهو ماله تقاطع الدائرة ميم بيسوي ايه يعني المستقيم بيتقاطع مع الدايرة في أنهي نقطة هتلاحظ ان المستقيم مالهوش علاقة أصلا بالدايرة ده ده في حتة وده في حتة مفيش ايه تقاطع ما بينهم معنى كده ان التقاطع ما بين المستقيم ويهي الدايرة بيسوي فاي طب تعالى نسوف كده المستقيم المماس للدايرة زي ما اتفقنا المماس من اسمه كده معنى كده ان هو بيلمس الدايرة يعني بيلمسها في نقطة واحدة بس يبقى لما قولك المستقيم لام مماس للدايرة يبقى تقاطع المستقيم لام مع الدايرة ميم بيسوي إيه؟ بيسوي نقطة واحدة بس اللي هي نقطة اسمها نقطة ألف ودية بنسميها يا جماعة نقطة التماس نقطة إيه؟ نقطة التماس النقطة اللي بيلمس فيها المماس الدايرة بنسميها نقطة إيه؟ نقطة التماس تمام؟ طب تعال نشوف المستقيم القاطع للدايرة هتلاحظ إن المستقيم بيتقاطع مع الدائرة فى نقطةoricين اه دي اول نقطة وآدي ثاني نقطة فلو ياultura نقطة ليتходا بالنقطة حيه و دي النقطة واو فلما أقولك المستقيم ثم قاطع للدايرة يبقا بيتقاطع مع الدائرة ميم فأنها حيه ثم & نقطة هتقوللى فىっちゃ في نقطة إيه 2 النقطة هي ثم ظهر smooth فانقول ثانى كده المستقيم لما يبقى خارج الدائرة بيتقاطع مع الدائرة فى كم نقطة؟ ولا نقطة ده في حتة ودي في حتة ثانية خالص ما فيش أي تقاطع لو كان مماس للديرة بيلمس الديرة في نقطة واحدة بس المماس بيتقاطع مع الديرة في نقطة واحدة بس بنسميها نقطة الايه؟ نقطة التماس إنما القاطع للديرة بيتقاطع مع الديرة في نقطتين زي ما انت شايف هنا النقطتين دول تمام طب تعالوا نشوف بقى المستقيم لام لما يبقى خارج الديرة بيتقاطع مع سطح الديرة ميم في ايه ايه ده هو ايه الفرق ما بين الدايرة ميم وسطح الدايرة ميم بص معلم لما اقولك الدايرة ميم يبقى انا كده اصدي على الخط بتاع الدايرة اللي هو البرواز بتاع الدايرة محيط الدايرة اللي هو الخط الاصمر اللي انت شايفه ده انما لما اقولك سطح الدايرة يبقى انا اصدي على مساحة الدايرة يعني الخط الاصمر ده وكل اللي جواه المساحة دي كده كلها فتعال نلجع تاني بقى للشكل بتاعنا لما قولك المستقيم ده بيتقاطع مع سطح الدايرة في قد ايه هتقول يا معلم ده المستقيم في نحية والدايرة في نحية تانية مفيش اي تقاطع يبقى برضو تقاطع المستقيم خارج الدايرة مع سطح الدايرة بيوساوي طب المستقيم لما يبقى مماس للدايرة طب المستقيم المماس لمدهو بيتقاطع مع سطح الدايرة فقد ايه برضو المماس بيلمس الدايرة في نقطة واحدة بس اللي هي النقطة هنا اسمها نقطة ألف بالشكل ده الوحيد اللي هيختلف هو المستقيم القاطع للدائرة لما أقولك المستقيم لامدة هو قاطع للدائرة يبقى تقاطع المستقيم دوت مع سطح الدائرة بيساوي بص معلم سطح الدائرة هو المساحة دي كده كلها وقادي المستقيم اهو هتلاحظ ان هم اللي اتنين بيشتركوا مع بعض في القطعة المستقيمة ده هي اللي هي اسمها هه واو دي كده كلها يبقى تقاطع المستقيم مع سطح الدائرة بيساوي القطعة المستقيمة هه واو بالشكل ده كده ايه الفرق ما بين دي ودي يا مستر دية الدائرة مين يعني الخط بتاع الدائرة الخط بتاع الدائرة مع الخط المستقيم هم اللي اتنين بيتقابلوا في نقطتين اتنين بس النقطة دي والنقطة دي إنما لما أقول لك سطح الدايرة بين قصدي على المساحة كلها هتلاحظ إن الخط ده كده هو بيشطب على المساحة بتاعت الدايرة يبقى القطعة المستقيمة دي كده كلها هي التقاطع ما بين المستقيم وسطح الايه وسطح الدايرة الحاجات ده بتفرق في مسائل أكمل واختر الإجابة صحيحة ممكن يجي لك مسألة عليهم تمام تمام السؤال دوت بيقول بفرض ميم دايرة طول قطرها عشرة سنتي خد بالك طول ايه طول قطر الدايرة بعشرة سنتي يبقى نص القطر اللي هو النق بيسوي كم سنتي خمسة سنتي صح القطر كله عشرة يبقى نصه خمسة تمام بيقول لك إن ميم ألف عمودي على المستقيم لام وألف تنتمي للمستقيم لام معنى الكلام دوت إن ميم ألف هو بعد المستقيم عن مركز الدايرة تمام بيقول لك ايه أكمل إذا كان ميم ألف أو ألف ميم أيا كان بيسوي خمسة سنتي خمسة سنتي يعني بيسوي بالظبط مين؟ بيسوي نص القطر فإن المستقيم لام يسمى ايه؟ والله لو كان بعد المستقيم بالظبط أدى نص القطر يبقى دوت بيسميه مماس للدايرة يعني مثلا النص المستقيم ده شايف بعد المستقيم بالظبط هو نص قطر الدائرة يبقى دوت ايه؟ بيلمس الدائرة مماس للدائرة طيب نمنا اتنين اذا كان الف مين بيوساوي خمسة جزر ثلاثة طب هو خمسة جزر ثلاثة دي اكبر من نص القطر ولا اصغر معرفش اكتبها على الحسبة اكتب خمسة جزر ثلاثة يوساوي بعد كده دقص على زرار عمك سيد اللي هو زرار S دي هتلاقي ان الخمسة جزر ثلاثة بتساوي تقريبا تمانية وكسر كده طيب معنى كده ان خمسة جزر ثلاثة اكبر من نص القطر معنى كده ان بعد المستقيم كبير بعيد عن الدائرة يبقى دوت مستقيم ايه مستقيم خارج الدائرة تمام طيب بيقولك اذا كان الف مين بيوساوي خمسة على الاتنين خمسة على الاتنين بكام نص الخمسة بيوساوي اتنين ونص سنتي يعني اصغر من نص القطر يبقى المستقيم قريب من ايه قريب من المركز يبقى دوت بيقطع ايه بيقطع دايرة فيبقى المستقيم لام قاطع للدايرة اخد بالك من التفاصيل ديت بتيجي كتير في مسائل اختر جابة صحيحة ويه اكمل طيب عندنا بقى سوية ملاحظات كده عاوزين نتعرف عليها مع بعض اول ملاحظة بتقولك ايه بيقولك اي مستقيم في الدنيا بيقطع الدايرة في نقطتين على الاكثر يعني مستحيل يكون فيه مستقيم يقطع الدايرة في اكتر من نقطتين زي مثلا ان المستقيم دا بيقطعها في كم نقطة ادي نقطة ادي اتنين في تاني تقدر ترسم لمستقيم بيقطع الدايرة في اكتر من نقطتين لا هو اما نقطة يبقى اسمه مماس او نقطتين يبقى اسمه قاطع في حاجة تاني مفيش تمام بس يجي لي واحد يقولي طبعا مستر المستقيم اللي بيمر بمركز الدايرة يعني مستر المستقيم دا كده اهو بيقطع الدايرة في النقطة دي وفي النقطة دي وفي مركز الدايرة يا فندم أنا بقولك يتقاطع مع الدايرة يعني قط الدايرة اللي برة بيتقاطع معه في نقطتين فدوت كده يعتبر مستقيم قاطع للدايرة وبما إنه هو بيمر بمركز الدايرة بدوت كان اسمه إيه؟ الحصة الأولى كان اسمه محور تماثل الدايرة مستقيم يمر بمركز الدايرة تمام ولكن هو مستقيم قاطع للدايرة بيتقاطع مع الدايرة في نقطتين اتنين بس اللي هم النقطة دي والنقطة دي طيب الملحوظة الثانية بتقولك إيه؟ أي مستقيم عمودي على قطر الدائرة عند إحدى نهايته يكون مماساً للدائرة يعني مثلاً هنا دائرة هنا دا قطر في الدائرة هون تمام جيت عند أول القطر كده عند أول نقطة فيه روح تعمل مستقيم عمودي على القطر قال لك أدام المستقيم اللي عند آخر القطر عمودي يبقى دوت اسمه مماس وهنا تجلن حتة ملحوظة أهم من حياتك بصي معل المماس يكون عمودياً على نصف قطر الدائرة عند نقطة التماس تاني المماس يكون عمودياً على نصف قطر الدائرة عند نقطة التماس فأول لما يجيلك سؤال في الهندسة وتشوف عندك دائرة فيها مماس وعند المماس نصف قطر يبقى عمودي على طول المماس بيعيط ليه نصف القطر عمودي عليه خلصانة مماس هو نصف قطر يبقى عمودي تاني المماس بيعيط ليه نصف القطر عمودي عليه تاني المماس بيعيط ليه نصف القطر عمودي عليه تفقنا على كده من النهاردة ولحد آخر السنة تحدي الامتحاد سؤال هندسة جالك دايرة فيها مماس وعند المماس نص قطر يبقى عمودي على طول وانت مغمط أدام قالك ان ده مماس وشفت في الرسمة ان عند المماس ده نص قطر يبقى عمودي طب تكتبها في البرهان ازاي اقولك تكتبها في البرهان ازاي لو عندك مثلا النقطة دي اسمعها النقطة ألف ودي اسمعها مثلا النقطة بيه تمام وقالك ان ألف به مماس تقول لي كده بما ان ألف به المستقيم ده عبارة عن مماس للدائر ميم يبقى ازا ألف به ماله عمودي على ألف ميم بس بما ان ألف به مماس يبقى ازا ألف به عمودي على ألف ميم بشكل مباشر ما فيش لف ولا دوران في البرهان بتاعها تمام طيب آخر ملاحظة بقى معنا وديت ملاحظة بتيكتير قوي وفي مسائل أكمل واختر الإجابة الصحيحة بيقولك إيه المماسان المرسومان من نهايتي قطر في الدائرة يكونان متوازيان تاني المماسان المرسومان من نهايتي قطر في الدائرة الدائرة دي فيها القطر ده تعال انسى بسرا ألف به تمام مش إحنا لسه قايلين حالا أدم عندك مماس ونص قطر يبقى عمودي آه وأنا مغمى مماس ونص قطر يبقى عمودي تمام بص كده على الشكل ده كده هتلاحظ ان انت عندك دية زاوية ايه قايمة يعني قياسها تسعين درجة وبرضو الزاوية دي كده زاوية قايمة قياسها تسعين درجة وهم اللي اتنين بيعملوا مع بعض حرف الايه حرف الزد يبقى دول اسمهم زاويتان متبادلتان وأدام زاويتين متبادلتين ومتساويتين يبقى المستقيمان دول ايه متوازيان فنقول تاني الملحوظة دي المماسان المرسومان من نهايتي قطر في الدائرة يكونان متوازيان يكونان ايه متوازيان هو هيجيلك السؤال يعد لغبطك في الكلمة الاخيرة دي يعد يقول لك بقى ايه متساويا متعامدا لا هم ايه هم متوازيان المماسان المرسومان من نهايتي قطر في الدائرة يكونان ايه متوازيان طيب تعال بقى نخش على المسائل ونشوف نحلها ازاي مع بعض السؤال داود بيقول الف به قطر في الدائرة ده كده قطر في الدائرة والف جيم مماس للدائرة امسك حبس كبس لبس قالك ايه مماس سمعني كده تاني مماس فين هو اهو مماس الحق مماس ونص قطر يبقى على طول وانا مغمض هيكون ايه عمودي على نص القطر شفت ازاي مماس ونص قطر عمودي مش محداجة تفكير تمام وبيقول لك بقى ايه اوجد قياس زاوية الف جيم به فين هي زاوية الف جيم به ادي الف جيم به يبقى هو عاوز قياس الزاوية دي وبيقول لك كمان قياس زاوية جيم دا الميم ادي جيم دا الميم ايه الزاوية دي عاوزين نعرف ديت بكم وكمان ديت بكم والله تعالى نسوف احنا عندنا ايه احنا عرفنا ان الزاوية ديت زاوية قايمة من ايه مماس ونص قطر يبقى عمودي عندنا ايه كمان فاكر في الحصة اللي فادت كنت بقول لك ايه لو عندك دايرة دور على انصاف الاقطار دور على مين انصاف الاقطار تمام انا عندي الف ميم نص قطر وميم به نص قطر وميم دال نص قطر يعني ميم دال قد ميم به يبقى المسلس دا كده لو دال ميم به مسلس ايه مسلس متساوي الايه متساوي الساقين وعندك زاوية الرأس قياسها ميت درجة ميت درجة تعرف تحسب لي الزاويتين دول اهه سلام اعرف مية وتمانين ناقص مية على الاتنين تطلع لك الزاوية ده هي والزاوية ده هي يلا بنا نكتب الكلمتين دول تحب تبدأ من اين تبدأ من دول ولا تبدأ من الزاوية دي تعالى نبدأ من انصاف الاقطار يلا نجيبي الزاوية ديت الاول يلا بنا يلا بنا البرهان بيقول بما انه بدع الحصة اللي فاتت ميم دال بيساوي ميم به بيساوي نص قطر ها ده بيساوي ده بيساوي نص قطر الايه الدايرة يبقى اذا المثلث اللي اسمه ميم به دال متساوي الساقين حد عنده اعتراض بتاع الحصة اللي فاتت تمام يبقى اذا قياس زاوية ده هي اسمها زاوية ايه زاوية به بتساوي قياس زاوية زاوية تانية اللي هي ميم دال به ها ميم دال به اش معنى دية كتبناها زاوية به ودية كتبناها ميم دال به لان النقطة به ده ايه عندها زاوية واحدة بس فممكن اسميها بنقطة واحدة انما دي عندها اكتر من زاوية فلازم اسميها بتلت رموز تمام كلام اللي احنا بنقعد نعيد ونزيد فيه عشان خاطر في ناس كتير بتنساه طيب الزاوية دي هتساوي الزاوية دي بتساوي ايه بقى بتساوي صارت تكسر المية وتمانين بتاعة المسلس كله هشيل منها زاوية الرأس اللي هي المية تديني ايه تديني الزاويتين دول طيب ما هم اللي اتنين قد بعض بالزبط يبقى انا لو اسمت دول على اللي اتنين هيديني قياس كل زاوية منهم بتساوي اربعين درجة بس يا معنى يبقى احنا كده خلاص حسبنا الزاوية دي بكام دي كده باربعين ودي كده باربعين تمام تعالى بقى دلوقتي نسبة ان دية زاوية قايمة من ايه من المماس البرهان اللي احنا لسه متعلمينه دلوقتي حالا ها بمأن شايف الجملة دي هنكتبها الف جيم مماس للدائرة عند الف زي ما هو كتبها لك في البرهان كتبتها تاني يبقى ايزا الف جيم ماله عمودي على الف مي اللي هو نص القطر تاني مماس يبقى عمودي على نص القطر المماس بيعيط ليه نص القطر عمودي عليه تمام ودلوقتي في المسلس اللي هو الف به جيم الكبير ده مش انا كده عندي زاوية تين اهو تسعين واربعين اعرف احسب الزاوية التالتة يا سلام اعرف اهو يا معلم في المسلس الف به جيم بما ان مجموعة قياسات زاوية المسلس الداخلة بتساوي مية وتمانين درجة يبقى اذا قياس زاوية جيم اللي احنا عاوزنا في السؤال هتساوي مية وتمانين ناقص الزاويتين التانيين اللي هم تسعين واربعين هتلاقي الزاوية دي بتساوي خمسين درجة بس معلم كده بقى احنا حسبنا الزاوية ديت بكام حسبناها بخمسين درجة تمام وكده مبقاش ناقص غير الزاوية دي عاوزين كمان نحسبها هي كمان والله معلم بص هو مش دي كده زاوية مستقيمة او والله زاوية مستقيمة بكام بمية وتمانين وانت لسه حسب ديت بكام باربعين خلاص مش مش محتاج ادا فكير يلا بنا يا معلم بتاعت قول ت عدادي بِمَan Handship irasمة كرادة Kennedy مستقيمة مية وتمانين وكمان قياس زاوية ميم US$ بساوي أربعين يبقى اذا قياس زاويةENCE ده الميم اللي انا عاوزها للزاوية دي هتساوي المية وتمانين كلها بتاعت الزاوية المستقيمة هشيل منها الزاوية اللي عندي اللي هي أربعين هيتبقى لها كام مية وأربعين درجة وده هو المطلوب في السؤال ده السؤال اللي بعده بيقولك ألف به قطر فيه الدايرة ميم وبيقولك ان ألف جيم ده هو مماس للدايرة امسك حبس كبس لبس مماس ونص قطر يبقى ايه يبقى عمودي مش بتاكى كلام بيقولك بقى ايه روسي ما جيم ميم جيم ميم شعاع كده وفوردت النقطة دال عليه بحيث ان ميم جيم بتساوي ميم دال عندك ده قد ده تمام بيقولك بقى اثبت ان به دال مماس للدايرة ميم ثانية واحدة هو عاوز يثبت ان ده مماس ثانية واحدة هو قالك ايه قالك ان ده مماس لكن ده هو عاوز يثبت ان هو مماس هو انا من شكله كده هو مماس فعلا بس هو ما قالش هو عاوز يثبت ان هو مماس طيب مش احنا من شوية كنا بنقول لو عندك مماس ونص قطر يبقى ايه يبقى عمودي ها المماس بيعيط لي نص القطر عمودي عليه طيب لو كان عندك نص قطر وعمودي يبقى على طول ايه يبقى على طول مماس يبقى انا لو عندي مماس أستنتج إنه هو عمودي طب لو أنا عندي عمودي أستنتج إنه هو مماس بس عكسي معلم عكسي بعض عندك مماس يبقى عمودي طب لو عاوز تثبت المماس تجيب العمودي عمودي يبقى مماس طيب يبقى أنا دلوقتي اللي أنا أحاوز أعمله في السؤال ده كله هو أن أنا أثبت إن ده هو زاوية قايمة دي عمودي طيب أثبتها إزاي والله تعالى نشوف إحنا عندنا إيه في السؤال ونقدر نثبت إيه بص معلم زي ما انت فأنا أدام عندك مماس يبقى عمودي ده أول حاجة جبناها طيب إيه كمان أنصف الأقطار فين أنصف الأقطار؟ بص معلم ميم ألف وميم به آه نص قطر بيساوي نص قطر تمام ما ليش يا صديقي لو أنت ما كنتش فاكر بقى من أيام أولى عداد الحد دلوقتي ما ليش برضو جلما لا يقاسه مش لما يبقى عندك حرف إكس فأي سؤال هندسة يبقى الزاويتين دول دي ودي بيبقوا قد بعض بالزبط؟ ميش معنى؟ بنسميهم زاويتين متقابلتين بالرأس؟ آه تقابل بالرأس يبقى دي بتساوي دي أفكرك بقى بحاجة تانية فقول عددي برضو مش ده مسلس؟ وده كمان مسلس؟ آه وعندك ضلعين قد ضلعين وعندك زاوية قد زاوية آه ضلعين وزاوية محصورة يبقى أنا أقدر أثبت إيه؟ أقدر أثبت تطابق المسلسين التطابق بتاع سنقول عدادي مش فاكر يا مستر تعال أفكرك دي هي الحالة أولى من حالات التطابق ليه إيه؟ ضلعين وزاوية محصورة أقدر معلم ضلع بيسوي ضلع وأقدر ضلع بيسوي ضلع وزاوية بتساوي زاوية بدول المسلسين متطابقين يلا بنا دلوقتي نسبة تطابق المسلسين كنا بنعمل البرهام بتاع تطابق إزاي؟ مش فاكر أفكرك برسا معلم كنا قول كده بما أن المسلس اكتب اسم المسلس الأولاني اسمه ألف ميم جيم ألف ميم جيم والمسلس الثاني اسمه إيه؟ اسمه بهميم دال أو بهميم دال فيهما واحد اتنين تلاتة ده البرهام بتاع تطابق ها أول حاجة ضلع بيسوي ضلع جيم ميم بيسوي ميم دال تمام؟ نمرة اتنين مش أنا عندي نص القطر بيسوي نص القطر ميم ألف بيسوي ميم به بيسوي إيه؟ نص القطر تمام؟ تالت حاجة بقى اللي ايه؟ الزاوية دي بتسوي الزاوية دي فهول كده قياس زاوية ألف ميم جيم هليها الزاوية د دي؟ بتسوي زاوية دال ميم به بتسوي قياس زاوية دال ميم به ماذا معنى؟ بتقابل بالرأس ده وضلع بيوسوي ضلع وضلع بيساوي ضلع وزاوية بتساوي زاوية يبقى إذن المثلث ألف ميم جيم ده هيطابق المثلث به ميم دا كده بقى احنا أثبتنا تطابق المثلثين استنتج من كده أن كل ضلع بيساوي الضلع اللقصاد وأن كل زاوية بتساوي الزاوية اللقصادها بما أننا أقدر أثبت أننا عندي الزاوية دي زاوية قايمة أقدر أستنتج من كده أن الزاوية ديت كمان زاوية قايمة فتعال الأول نسبة أن ديت زاوية قايمة فنقول كده بما أن ألف جيم مماس للدائرة ده البرغان اللي احنا تعلمنا النهاردة ألف جيم مماس للدائرة عند النقطة اسمها إيه؟ النقطة ألف يبقى إذن ألف جيم عمودي على ألف ميم المماس عمودي على نص القطر يبقى إذن من التطابق أستنتج أن برضو ميم به عمودي على بهدال وبما أن ميم به ده هو عبارة عن نصف قطر يبقى إذن بهدال واعمل مستقيم كده مماس للدائرة ميم عند النقطة اللي هي نقطة به ده معلم شكل البرغانة هو أول حاجة أثبت تطابق المسلسين من خلال الحالة الأولانية من حالات التطابق اللي هي ضلعين وزاوية محصورة بعد كده استنتجت أن أنا عندي بما أن ديت قايمة يبقى ديت بالظبط زيها إيه؟ قايمة من خلال إيه؟ من خلال إيه تطابق البرغان بقى الجديد لو عاوز أثبت أن أنا عندي مماس هقول بما أن ده عمودي وأنا عندي ده نص قطر يبقى دوت عبارة عن مماس للدائرة كده خلصنا السؤال ده اللي بعد آخر المسألة بقى معنا النهاردة بيقولك إيه؟ ألف به وألف جيم مماسان للدائرة عنده به وجيم على الترتيب يعني دوت مماس ودوت مماس امسك بقى عندك معلمة مماس ونص قطر تستنتج أنه هو إيه؟ أنه هو عمودي مماس ونص قطر أستنتج أنه هو عمودي بديهيت على طول سؤال دايرة ومماس وعند المماس نص قطر عمودي ومش محتاج أدفكير المماس بعيط لنص القطر عمودي عليه تمام تعال نكمل وبيقولك أن قياس زاوية به ألف ميم بخمسة وعشرين درجة عاوز يثبت أن ألف ميم ده هو بينصف زاوية به ألف جيم يعني بيقسمها نصية طب ما هو معنى أن دوت بينصف الزاوية أنه هو بيقسمها الحتتين قد بعض تمام يعني أنا عاوز أثبت أن الزاوية دي بالضبط قد الزاوية دي الزاوية اللي فوق قد اللي تحت بالضبط طيب تعال نشوف عندنا إيه في المسألة إحنا خلاص أثبتنا أن ده عمودي وده عمودي من خلال الممسين تمام إيه كمان نص قطر ونص قطر ها يبقى نص القطر قد نص القطر هتلاحظ أن أنت عندك هنا مسلسين اللي فوق واللي تحت هما اللي اتنين فيهم الوطر عبارة عن وطر مشترك أو دلع مشترك ما بين المسلسين وكمان الضلع ده قد الضلع ده ودي أمعلمي الحالة الرابعة من حالات التطابق بتاعت المسلس القائم المسلسان القائمان اللي بيكون فيهم الوطر قد الوطر وأي ضلع تاني بيسوي أي ضلع تاني يبقى على طول متطابقين يعني أنا هسبت تطابق المسلسين تاني زي المسألة اللي فاتت من خلال الحالة الرابعة من حالات التطابق وهستنتج أن الزاوية دي قد الزاوية دي تعال مع بعض نكتب البرهان هسب التطابق المسلسين والله لو انت فاكر التطابق هتلاقي المسألة سهلة جدا وتفهج جدا مش فاكر اديك افتكرت معنا في المسألة اللي فاتت احنا خدنا حالة من حالة التطابق اللي هي الحالة الاولانية اللي هي تحت ايه دلعين وزاوية محصورة في النص ما بين الزاويتين دول تمام دية الحالة الرابعة بتاعة المسلس القائم بتقول لك ايه وطر قد وطر وضلع قد ضلع فتعال مع بعض نسبة اتطابق بس الاول تعال نسبة ان ده عمودي وده عمودي من خلال اللي احنا اخدنا النهاردة بيقول لك ايه بمأن اول حاجة الف به مماس للدائرة ميم عند النقطة به يبقى اذا الف به عمودي على ميم به مماس عمودي على نص القطر نفس الموضوع بالزبط بس مع المماس التاني الف جيم مماس للدائرة ميم عند النقطة جيم يبقى اذا الف جيم عمودي على ميم جيم بالشكل ده مماس عمودي على نص القطر ايه المماس بعيط ليه نص القطر عمودي عليه خلاص ده بقى عمودي وده بقى عمودي تعال بقى نسبة تطابق المسلسين يلا يمعلم بما أن المسلس الاولان اللي هو اللي فوق اسمه ايه اسمه الف ميم به الف ميم به والمسلس التاني اسمه ايه اسمه الف ميم جيم الف مثلس الف ميم جيم فيهما واحد اتنين تلاتة رقم واحد قياس زاوية ميم به الف بتساوي قياس زاوية ميم جيم الف بتساوي تسعين درجة وممكن بدل ما تكتبهم هنا تمسحهم من هنا خالص كده وتكتبهم هنا تقول كده المسلس ده والمسلس ده القائمة الزاوية بالشكل ده كده وتقول لي فيهما واحد واثنين بس من غير التالتة ما انت خلاص التالتة انت كتبتها هنا كتبت القائمة الزاوية هنا طيب اول حاجة الوطر اللي هو الف ميم عبارة عن ضلع مشترك حلو الكلام قوي تاني حاجة الدلع ده قدي ده شمعنا عشان ايه نص قطر جيم ميم بيساوي به ميم بيساوي نص القطر يبقى ايزا المسلس الف ميم به يطابق المسلس الف ميم جيم مسلسين متطابقين وينتج ان من التطابق هينتج ان الزاوية دي قدي الزاوية دي ان قياس زاوية به الف ميم بيساوي قياس زاوية جيم الف ميم الزاوية دي قدي الزاوية دي معنى كده ان اذا استنتج من كده ان الف ميم الشعاع ده ينصف زاوية بالف جيم وده هو اللي كان عاوزه في المطلوب الاولان اثبت ان انا عد الزاوية دي قد الزاوية دي يبقى الشعاع ده ينصف الزاوية بالف جيم بيسمع حتة تاني المطلوب الثاني بيقولك ايه معلم بيقولك ايه وجد قياس زاوية بهميم جيم بهميم جيم ده ها عاوز يعرف قياس الزاوية دي بكام والله يا معلم بص مش انا عد الزاوية دي خمسة وعشرين اه يبقى اللي تحتها ادها بالزبط بكام بخمسة وعشرين درجة هي كمان وانا عندي دية قايمة بتسعين ودية قايمة بتسعين مش ده شكل رباعي اه والله العظيم شكل رباعي ومجموع زاوية الشكل الرباعي بكام بتلتمية وستين درجة وعندي تلات زاوية اعرف احسب الزاوية الرابعة اعرف ونص يا معلم هنا هقول الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بتساوي خمسة وعشرين درجة وارجع هنا اقول بما ان مجموع قياسات زاوية الشكل الرباعي بتساوي تلتمية وستين درجة يبدأ اذا قياس زاوية به ميم جيم اللي انا عاوز احسبها في السؤال بتساوي التلتمية وستين كلها هشيل منها الزاوية التانية كلها تسعين زاعت تسعين زاعت خمسة وعشرين زاعت خمسة وعشرين هتلاقي الناتج في الاخر بيساوي يا معلم مية و تلاتين درجة وكده يبقى انا خلصت السؤال ده وده كان اخر سؤال معانا في درسنا النهاردة وكده اكون خلصنا حسيتنا النهاردة اتمنى ان درسنا النهاردة كان درس خفيف لطيف وظريفة علينا جميعا لو فهمت اي حاجة يدعمنا باللايك الجميل و تشترك في القناة و تشتركوا في الختام سبحانك لعلمنا اللي ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والسلام عليكم